وَأَسْتَعِينُ اللَّهَ فِي أَلْفِيَّةِ مَقَاصِدٌ نَحْوِ بِهَا مَحْوِيَّةِ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه كنا قد بلغنا في هذا النثر نثر الألفية إلى قولي الناظم رحمه الله تعالى وَبَعْدَ غَيْرِ النَّفِي جَزْمًا اعتمد إن تسكط الفاء والجزاء قد قصد وقال بعده وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع قوله وَبَعْدَ غَيْرِ النَّفِي جَزْمًا اعتمد لما تكلم عن فاء السببية وأن الفعل يكون بعدها منصوبا قال لك إذا حذفت إن أسقطت الفاء في سياق الطلب فإنك حينئذ تجزم ما دام أن المراد هو الجزاء كأنه بمعنى الشرط إذن معنى البيت أنك إذا أسقطت الفاء من الجواب الذي يكون في سياق الطلب فعليك حينئذ باعتماد الجزم كأنك قصدت جواب شرط مقدر ما مثال ذلك؟ إذا قلت اجتهد فتنجح اجتهد فتنجح هذا بالنص إحذف الفاء النص قطى الفاء هنا تجزم فتقول اجتهد تنجح ذاكر تنجح طيب يعني كأنك قلت إن اجتهدت تنجح وهكذا أيضا ما كان كذلك من أنواع الطلب لكن إذا كان في سياق النفي ما وقع بعد النفي فإنه لا ينجزم طيب إن لا تقول لا تهمل تنجح لا يصح هذا لا يكون حينئذ الفعل ميزوما أما ما عدا ذلك حتى لو كان استفهاما نحو أين بيتك فأزورك لو حذفت الفاء تقول أزورك لأنه جاء في سيارة الاستفهام الحاصل أن النفي وحده هو الذي لا يصلح بعده هذا العمل ثم قال بعد ذلك وشرط جزم بعد نهي أن تضع الكلام الآن عن الجزم إذا كان في سياق النحي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع فإذا قلت مثلا لا تهمل تفلح طيب هنا يصح لك الجزم جزم الفعل لتوافقه مع الشرط المقدر في المعنى لأنه يصح أن تقول إن لا تهمل تنجح يعني إن لم تهمل تنجح يتوافق معهم في هذا يعني يمثلون له دائما بهذا المثال لا تدن من الأسد تسلم هل يصح أن تدخل لا هنا ويكون المعنى صحيحا نعم إن لا تدن من الأسد تسلم طيب فهذا المعنى إذن صحيح لكن لو قلت لا تدن من الأسد يأكلك هنا يجب الرفع لأنك لو قلت إلا تدن من الأسد يأكلك ويصبح المعنى إن لم تدن من الأسد يأكلك هذا المعنى ليس بصحيح لأنه نقيض المعنى صحيح ونقيض أيضا الواقع والأمثلة في هذا كثير وقس عليها وإلى لقاءة أخرى إن شاء الله اشتركوا في القناة